اشتركوا في القناة اهم التفاصيل اللازم يتعلموها هو الاتيكات والتعامل مع الناس رح نحكي بهيدا الشي عن القواعد الاساسية للباقة الاجتماعية مع الاستاذ نصر خضر خبير بالاتيكات اهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير يا سعد صباحك بالبداية خلينا نتعرف على الاتيكات بمفهوم عام الاتيكات هو فن التعامل الراقي مع الاخرين من اجل اعطاء انطباع جيد ان كان اجتماعيا او شخصيا او فكريا هالانطباعات بيعمل اريحي للجميع هالاريحي بيكون الشخص يجد حاله شخص راقي شخص له اعتبار له شخصي متميز نعم استاذة يعني بعد الظروف الصعبة اللي صارت علينا وهيك انه يمكن ما بقى كتير صار انه خلص دي اتعامل متل ما انا يعني متل ما انا جواتي معد فيني كون كتير رسمية صحبة اتيكات بمكان ولكن بمكان تاني لازم كون صاحبة اتيكات ايمت انا فيني فرق بين انه انا كون على حقيقتي واكون كتير طبيعية وكون عامل خطوط وحدود بيني وبين الاشخاص الاخرين طبعا الاتيكات مفروض يكون موجود باي زرف نحن بالعمل العادي نمارس الاتيكات دون ان ندري لانه هو مجموعة من القواعد والانظمي اللي يتنظم حياتنا ان كان بتعاملنا مع نفسنا او مع الاخرين من الضروري جدا احترام الزات هي بالدرجة الاولى الاخر يعطيني نفس الانطباع انه يحترمني ايضا وبالتالي نحن بكل تصرف نقوم فيه بالبيت لحالنا مع الاخرين هو تصرف راقي من المفروض ان يكون تصرف راقي وبالتالي هذا اتيكات عمليا هالاتيكات ممكن نرفع مستواه وممكن يكون اقل حتى بالعلاقة ما بين الزوج والزوجة هناك اتيكات ما بين الاب والام في اتيكات ما بين الابن والاخوة في اتيكات حكما هاد الاتيكات موجود ويجب ان يكون موجود هناك ضوابط يجب ان لا نتعدى خطوط معينة بالتعامل مع الاخر وبالتالي لا نستطيع الفصل ما بين ان نعمل اتيكات هون وما نعمل اتيكات هون الا بظروف معينة ظروف معينة ان كان بالسلام والتحية ان كان باللباس ان كان بتقديم الهدايا ان كان بالمجاملات او شي او شي اخر يعني هون الاختيار ممكن نكسر بعض الحواجز المعينة وبهذه الحالي نكون قد كسرنا قواعد الاتيكات اكيد بالحياة اليومية كثير من صادف اشخاص وشخصيات مختلفة ممكن نشوف واحد عصبي واحد مثلا كثير نكدي مزاجي ما بتقدر مثلا تحكي معه كيف نحن منقدر نتعامل باتيكات ولباقة مع الشخصيات الصعبة اللي من نشوفها بحياتنا اليومية تمام اول شي اول انطباع بياخده عني الشخص الاخر يعني اذا انا كنت عندي طلع احترافية من خلال ابتسامتي شكلي لباسي فهذا بيريحه هذا اول شي اثنين ما ننتقد الاخر يعني بيجي على مكان معين بيش شخص بيقول ايه ليه معصي والله انا ممعصي لا انا شايفك معصي طيب اذا الشخص الثاني معصي بكيف بدي اتعامل معه مش هما يوصل لمرحلة يسمعني كلمة مزعجة او هيك طمع هلا اول شي انا بصبح عليه مع ابتسامتي حاكي بقل له معك حق دايبا فنحن اكيد لنا علاقة بهذا الموضوع وبالتالي نحن قادرين نتوصل سواء انو تقول له على شو ما يعني بجملة ما في شي حرزان انتي وجودك اهم من اي مشكلة بتكون وبالتالي بصير عنده قبول انو تحكي معه او يلجأ لك هو مشان يطلع من حارة الاسترس اللي هو موجود في يد مباشرة وبالتالي ايضا بعطيه جزء من الاهتمام مو مباشرة بتشوفه انا دغري الانجويج تباعي دغريبه انا دغريب يصير هوني هذي التجاعيد او اكيد نعم الدخول الى سوق العمل كمان بيتطلب تحضير قبل الاتيكيت شو هي ابرز الكلمات ابرز المواقف ابرز اللبس يمكن البودي لانجويج شو هي هدول التفاصيل يلي لازم اي شاب هلا اتخرج من الجامعة بده يقدم على سوق العمل انه هو يتقنه تمام هلا اول شي لازم يكون بسي في خاص فيه هالسي في هاد مو مفروض يكتب سي في واحد لكل الاماكن اللي ممكن ترد عليه عمل او يتقدم له من المهم جدا انا كشخص بدي اتقدم لعمل بمؤسسة معينة يكون فيه سي في خاص بهذه المؤسسة يعني حتى صاحب العمل يشعر انه انا عامله شي خاص فيه كتير مهم هاي القصة فانا بكرس النقاط الرئيسية اللي بتخدم عملية الجذب باتجاه هذي الشركة يعني فيه قصص لا تعنيهم ابدا قد لا تعنيهم وبالتالي انا مفي داعي ااخد من وقته بشعروا انه انا بدي اعطيك الشي اللي بهم حضرتك فانا بيها الحال هي بدي ادرس الشركة صاحب الشركة توجهات الشركة اهداف الشركة وبعمل هاد السي في طبعا هاد السي في انا بقدمه بكل مصداقية ما بيصير انا اكتب شيء قد يكون غير صحيح قد يكون مانو نحنا بتشوفي حضرتك دايما بتكتبلك اللغة الاجنبية بيكتبلك ممتازة او جاهد جدا انا لا اعتقد انه في حدا جاهد جدا لانه حتى الانجليز ما بيكون متلوغة العربية عندنا ما حدا جاهد جدا وبالتالي في عنا قواميس وبدنا نرجع لهوا وإلى آخر وبالتالي نكون صادقين بهذا الموضوع هذا من الشق الاول للتحضير بعدين بدي اختار اللباس المناسب نروح على مكان المقابلة اعمل هاي المقابلة مع هؤلاء الناس مهم كتير اختار اللباس فبدي اعمل دراسي بالأول هل يجب ان اكون رسميا هل يجب ان اكون او مكان الانتظار اعرف عن حالي انه انا الشخص جاي من اجل واحد اتنين ثلاثة بعطي اهتمام للملصقات او الصور اللي حاطينا لانه ممكن يكون في حد عام يراقب لما بيعطي هاد الاهتمام بفوت بكامل اناقتي لازم يكون انيقي كتير نظيف حالي اداني بشكل باللحظة قبل ما اوصل تماما مو قبل بيوم ولا ساعات حتى لازم انا يكون امبين انه عامل كل هشي اللي عاملو من شان حضرتهم وبالتالي هني بيعطوني نفس الاهمية بعدين هني حيقرؤوني يعني عمليا لما بدي فوت لازم امشي نظري الى الامام لازم تكون مشيتي كتير منظمة ما في التفاتي ما في انحناء ما في بالارض او كتير مهمة اكيد لنظرة مية بالمية ودائما بيقولوا اول اول مثلا اول نظرة دائما بتبقى والانتباع الاول دائما بيدل خلينا نحكي نصائح عامة لا اصول التعامل بين الزوجين واصول التعامل مع الجيران والابناء خلينا نحكي بالخيطة عن هذا الموضوع تمام الاتكاة الاسروي مهم جدا وهذا الشي منشوفه قليل لانه منعتبر انه نحنا كاسرين كل حواجز الاتكاة من مونة مثل حكينا من شوية اعنجد هي بسات مونة اكتير مهم موضوع الاتكاة وانا برأي بين الزوج والزوجي اهم لانه هني لأكتر وقت بيقضون مع بعض فاول شي عدم التطفول مهم كتير عدم التطفول بخصوصيات الاخر مهم كتير ايضا اعطاء الطرف الاخر الجزء الكبير من الحرية الحرية بجلسة خاصة بغرفتي بمكتب بغرفته بمكتبة انا ما فوت دايركت لا الباب بنتظر شوي ممكن نكون دا انفعال معين او شي من المهم انا احترم هذه الخصوصية ايضا عمليات الانفعال عمليات الانفعال بتجي من خلال عدة مواضيع بتصير بالحياة ان كانت مادلية او كانت علمية ثقافية اي شي يعني وهلا اكتر شي عم يأثر بهذا الموضوع موضوع التكنولوجيا الحديثة في النيت والفيسبوك والى اخرين اكيد اديش حلو انو يشاركوا هوايات بعض وبكل شي يكونوا واحد الزوجين هلا احيانا بتصير نوع من الشكوك اكيد هذه الشكوك مهما كانت الشكوك ما بيجوز الال اي واحد منهم تطلع على خصوصيات الاخر يجب ان يشعر الاخر بالمصداقية انا اسق انا اسق تماما استعندك تسعين بالمية من النسوان الشعب السوري مهكرين الواتساب والفيسبوك وكل شي لرجالهم احيانا احيانا ممكن يضطر الشخص لاي شي ممكن علاقة مع حضرتك ممكن استكشف ممكن اي شي يعني هذا الموضوع بيبقى تعود الى ثقافة الشخص وتربيته مهم كثير هذا الموضوع هل هاي الخلافات نحنا ممكن ننظمها من خلال اذا عصب اول طرف الطرف الثاني يمتس هات الشي لا يسكت على الاقل السكوت هو اول مرحلة اثنان ممكن ما بدي يقول له هدي كلمة هدي عم يعطي امر عم يزيد شوي من الانفعال وبالتالي بكل بساطة ننتسم الابتسام وننتقي كلامنا اكيد دائما نتصرفاتنا بالبيت وبره وبالعمل بكل مكان اكيد منتشكرك على النصائحك القيمة واكيد كتير استفدنا اليوم من المعلومات شكرا كتير 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 شكرا كتير